موسيقى موسيقى مشاهدين الكرام مسعد الله وقتكم بكل خير من تلفزيون السعودية نشرة المساء أهلا بكم والبداية بالعنوين موسيقى خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس دولة فلسطين ويعقدان جلسة مباحثات رسمية موسيقى خادم الحرمين الشريفين يجدد التأكيد على وقوف المملكة الدائمة مع فلسطين وحقوق شعبها الشقير موسيقى 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 أهلا بكم والى التفاصيل موسيقى 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 الأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظة درعية وصاحب السموي الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي وصاحب السموي الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السموي الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السموي الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبد العزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السموي الملكي الأمير سعود ابن سلمان ابن عبد العزيز وصاحب السموي الملكي الأمير عبد المجيد ابن عبد الإله ابن عبد العزيز اشتركوا في القناة مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وجدد خادم الحرمين الشريفين خلال جلسة المباحثات التأكيد على وقوف المملكة الدائمة مع فلسطين وحقوق شعبها الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وقد عبر فخامة الرئيس محمود عباس عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواقف المملكة الثابتة ودعمها لفلسطين مؤكدا إدانة فلسطين للإعدادات التخريبية السابقة على المنشآت النفطية كما جرى خلال الجلسة بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية حضر المباحثات صاحب السماوي الملكي الأمير فيصل ابن بندر ابن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السماوي الملكي الأمير الدكتور منصور ابن متعب ابن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين ومعالي وزير الدولة حضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد ابن محمد العبان ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف الوزير المرافق كما حضرها من الجانب الفلسطيني معالي أمين سر لجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صاحب عريقات ومعالي رئيس هيئة الشؤون المدنية حسن الشيخ ومعالي رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجد الخالدي والسفير الفلسطيني لدى المملكة باسم عبد الله الآغة موسيقى 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 جددت المملكة التأكيد على وجود قصور في الاتفاقية النووية مع إيران ودعت إلى التوصل لاتفاق دولي شامل يضمن منع طهران من الحصول على السلاح النووي وأوضح رئيس لجنة نزع السلاح والأمن الدولي في الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة المستشار منصور المطيري أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخيرة تشير إلى خروقات إيران لتعهدتها النووية بالإضافة لتصريحات المسؤولين الإيرانيين الأخيرة في هذا الشأن كما أوضح المستشار منصور المطيري أن إيران استغلت العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي لتمويل نشاطاتها العدائية والإرهابية في المنطقة والتي كان آخرها الهجوم الهجمات النكرى التي تعرضت لها المنشآت النفطية في مدينتي بقيقو وخريص باستخدام 25 صاروخا مجنحا وطائرات بدون طيار ما يشكل تهديدا كبيرا لإمدادات النفط للأسواق العالمية وشدد المستشار على استنكار المملكة لرفض إسرائيل المستمر الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاء جميع منشآتها النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية مما يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين فضلا عما يشكله ذلك من انتهاك وتحدي للعشرات من القرارات الدولية ذات الصلة نوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد ابن ناصر ابن عبد العزيز أمير منطقة جازان بحضور سمو نائبه بجهود وتضحيات أفراد مختلف القطاعات العسكرية المربطين بالحد الجنوبي للدفاع عن الوطن ومقدساته كما جرى بحث الموضوعات التنموية والخدمية التي تهم المنطقة جاء ذلك خلال لقاء سموه جموعا من المواطنين والمشايخ الذين قدموا للسلام على سموه وذلك في الجلسة الأسبوعية بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان كما أشاد السمو أمير منطقة جازان بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم واهتمام بتطوير الموارد البشرية والاهتمام بها مؤكدا أن شباب المملكة يملكون المهارات القيادية وقادرون على تسلم أعلى المناصب جاء ذلك خلال لقاء سموه مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية هدف الدكتور محمد السديري الذي يزور المنطقة حاليا وثمن الأمير محمد بن ناصر دور اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة برئاسة صاحب السموي الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز ابن محمد بن عبد العزيز نائب أمير جازان ودورها الهام في تدريب وتمكين الشباب والفتيات موضحا أن تهيئة الكوادر الوطنية وتزويدهم بالمهارات القيادية والاستثمار في تطوير قدراتهم وإمكاناتهم سيعود بالنفع عليهم وعلى بلادهم ورفع معدلات التوطين وخفض نسب البطالة أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض على أهمية الدور الذي تقوم به هيئة تقويم التعليم والتدريب وضورة الاستفادة من التقارير التي تصدر عنها جاء ذلك خلال لقائه رئيس الهيئة الدكتور حسام زمان الذي قدم لسموه تعريفا عن الهيئة والمراكز التابعة لها والرسالة التي تقوم عليها لرفع جودة التعليم والتدريب ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية مشيرا إلى أن المهام والمسؤوليات والبرامج وأبرز الإنجازات الرامية لتطوير البرامج التقويمية التي تهدف لإثراء وتطوير الممارسات والمبادرات في التعليم والتدريب كما قدمت دكتور زمان لسموه التقرير السنوي وعددا من التقارير والإطارات التخصصية والكتيبات عن الهيئة والمراكز التابعة لها من جهة أخرى أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود أبن نائف أبن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية أن الإمكانات التقنية والبشرية التي سخرتها وزارة الداخلية ستسهم في تطوير قدرات الضبط وتقديم الخدمات ورفع مستوى السلامة المرورية على طرق المملكة كما نوه سموه بجهود منسوبي المرور في مجلس الإثنيني الأسبوعي مشددا على عدم التهاون مع قائد المركبات المخالفة لأنظمة المرور مؤكدا أهمية أن يكون الشخص قدوة لغيره في تطبيق النظام على نفسه ووجه سمو أمير المنطقة بالبحث عن الصبر المثلى لرفع نسبة الالتزام بالأنظمة المرورية معربا عن تفاؤله بأن يكون التنظيم والعمل المخطط له مساهما في نقلة نوعية للحركة المرورية كما رأس أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة اليوم الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بحضور سمو نائبه وعضاء اللجنة العليا من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالسلامة المرورية وفي مستهل الاجتماع شدد الأمير سعود بن نايف على أهمية التعاون بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية وضرورة الإسراع في تنفيذ الحلول الهندسية والضبطية المقترحة من قبل مهندسي أمانة اللجنة في مواقع النقاط السوداء التي تكثر فيها الحوادث الجسيمة كما حث سموه على ضرورة الاستعداد والتخطيط المسبق لمواكبة كثرة الزوار خلال مواسم الربيع والفعاليات في المنطقة ودشن الأمير سعود بن نايف منصة تحليل الحوادث الجسيمة بالمنطقة بعد تقديم عرض تعريفي لها أكد صاحب السموي الأمير الجلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران أهمية دور الجمعيات التعاونية في تحقيق رؤية المملكة 2030 لسيما أنها تعنى بمحورين من محاور الرؤية وهم الاقتصاد المزهر والمجتمع الحيوي جاء ذلك خلال لقاء سموه رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية الدكتور عبد الله كدمان وأعضاء المجلس وأنوه الأمير الجلوي بن عبد العزيز بتطوير منظومة العمل التعاوني نحو تنمية تعاونية مستدامة في مجال الاقتصاد التعاوني واستعرض سموه خطة مجلس الإدارة لدعم العمل التعاوني بما يعزز الحركة الاقتصادية ويحقق رغبات القطاع التجاري والمستهلكين أكد صاحب السموه الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم أكد ضرورة مضاعفة الجهود لتطوير البرامج والفعاليات المقدمة بمهرجان العنب في نسخته القادمة بوصفه منجزاً اقتصادي يسهم في تحسير وزيادة وتطوير إنتاجه وبيع العنب جاء ذلك خلال لقائه محافظ عيون الجوام حمد العساف يرافقه أعضاء الجمعية التعاونية لمنتجي العنب الذين قدموا لتسليم سموه التقرير الختامي لفعاليات وبرامج المهرجان كما استمع أمير المنطقة لشرح مفصل عن الجهود التي بذلت لإقابة المهرجان والمشاركات المتنوعة التي قدمت من خلاله وأشهد الأمير فيصل بن مشعل بالتطور المتوالي والنوعي للمهرجان لافتا إلى أن الطموح لا حدود له في تطوير وتعزيز مثل هذه المحافل الاقتصادية المهمة وتمنيا للجميع التوفيق والسدادة في مجال عملهم ونبقى أيضا في القصيم حيث أشاد أمير المنطقة بالجهود التي تبدلها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في سبيل تأهيل الكفاءات الأكاديمية العربية في مجال البحوث والدراسات والأمن الفكري وتحقيق الأمن العربي بمفهومه الشامل جاء ذلك خلال لقاء الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز برئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد البنيان يرافقه عدد من منسوب الجامعة واستمع سموه لشرح من الدكتور البنيان عما تقدمه الجامعة في تطوير الأجهزة الأمنية ورفع قدرات منتسبيها من خلال أنشطتها المتنوعة وبرامجها التدريبية الفعالة في مجال إعداد وتأهيل وتنمية قدرات الكوادر الأمنية استعرض صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة خلال لقائه رئيس وأعضاء لجنة أهالي محافظة العقيق التي تم اعتمادها من قبل سموه استعرض أهداف اللجنة ومهامها لرفع احتياجات الأهالي لمحافظة العقيق كونها همزة وصل بين المواطنين ومسؤولي القطاعات الحكومية بالإضافة إلى دورها في الاهتمام بالمناسبات الرئيسية ومتابعة مشاريع المحافظة وكل ما يخص الأهالي وأشاد السمو أمير الباحة بعمل اللجنة حاثا على بدل الجهود للارتقاء بالمحافظة والمتابعة المستمرة لمصالحها من مشاريع وغيرها والحرص على مساندة لجنة إصلاح ذات البين كما أشاد السمو أمير منطقة الباحة خلال لقائه مدير جوازات المنطقة العميد عويد العنزي بمناسبة تعيينه مدير لجوازات المنطقة أشاد بما تقدمه الإدارة العامة للجوازات من خدمات إلكترونية سهلت على المواطن والمقيم إنجاز أعمالهم دون الحاجة لمراجعة الإدارة والتي جاءت بفضل الله ثم بفضل الدعم والإمكانيات التي تقدمها الدولة ونوها الأمير الدكتور حسام بن سعود بالجهود المباركة التي يبذلها مسؤولي وموظفي جوازات الباحة لكل ما من شأنه تحقيق أفضل خدمات للمواطنين والمقيمين مشاهدين الكرام نشرتهنا مستمرة ولكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد شهد صاحب السموين الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة توقيع اتفاقية تعاون بين منظومة نماء المنورة وبنك التنمية الاجتماعية وتهدف الاتفاقية لاستثمار منافذ البيع وتسويق منتجات الأسر المنتجة لزيادة مساهمتها في الاقتصاد المحلي ومساعدتها للتحول من الرعوية إلى الإنتاجية ودعم وتمكين تلك الشرائح لإطلاق مشاريعها الخاصة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد المحلي وتسعى الاتفاقية إلى تمكين الأسر والأفراد بالمهارات المهنية والحرفية اللازمة للبدء بأعمالهم الخاصة وإيجاد منافذ بيع دائمة لهم بالإضافة إلى رفع جودة المنتجات والخدمات المقدمة من الأسر المنتجة وتقليل نسب البطالة من خلال التوظيف الذاتي تسلم صاحب السمو الملكية لامير فيصل ابن خالد ابن سلطان ابن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية خلال لقائه مدير عام التعليم بالمنطقة عثمان العثمان تسلم تقرير خطة الإدارة للعام الدراسي الجديد وأكد لامير فيصل ابن خالد أهمية تطوير التعليم والتركيز على جودة مخرجاته خلال المرحلة المقبلة لرفض الجامعات والكليات المهنية والعسكرية بمدخلات مؤهلة وملائمة لمواصلة تأهيلها بما يتفق مع متطلبات النهضة التي تشهدها المملكة من جهة ثانية اطلع أمير منطقة الحدود الشمالية خلال لقائه أمين المنطقة ورؤساء بلديات المحافظات على خطط ومشروعات ودراسات ومبادرات للأمانة والبلديات وذلك لتطوير وتنمية العمل البلدي والخدمي بالمنطقة وشدد سموه على أهمية العمل الميداني لرؤساء البلديات ومباشرة شكاوى المواطنين وتلمس احتياجاتهم البلدية والخدمية وبحث أمير منطقة الحدود الشمالية خلال لقائه مدير مكتب الخطوط الجوية العربية السعودية بالجوف والحدود الشمالية أنس الغامدي بحث المضوعات التي تهم عمل الخطوط السعودية والخدمات التي تقدمها للمواطني والمقيم بالمنطقة واطلع أمير فيصل ابن خالد على الخطة التشغيلية للخطوط السعودية في المنطقة كما تسلم تقريرا عن أعمال الخطوط السعودية في الفترة الماضية اطلع صاحب السموية الملكية الأمير بدر ابن سلطان ابن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال لقائه مدير المعهد العلمي بجدة ابراهيم الزبيد يرافقه عدد من طلاب المعهد المتميزين اطلع على أعمال المعهد وأهدافه الرامية لتقديم تعليم عالي الجودة لجميع طلاب المعاهد العلمية بما يحقق لهم التميز العلمي والإبداع المعرفي وإكسابهم المهارات والقدرات الذاتية التي تمكنهم من تحمل المسؤولية في خدمة دينهم ووطنهم وولاة أمرهم وتحقيق المشاركة في تنمية المجتمع وتطويره كما هنأ الأمير بدر بن سلطان الطلبة المتميزين سائلا الله لهم التوفيق نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض تعازي خادم الحرمين الشريفين وسمو وللعهد لأسرة الشهيد جندي أول مضارك بن سعد القحطان الذي استشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاعا عن الدين والوطن وكان سمو نائب أمير منطقة الرياض قد أدى صلاة الميت على الشهيد أقب صلاة العصر اليوم بجامع الراجحي وعرب الأمير محمد بن عبد الرحمن لذوي الفقيد عن بالغ عزائه في فقيد الوطن سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسي رحمته ويتقبله مع الشهداء وأن يلهمهم الصبر والسلوان مؤكدا ما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة في الذود عن حما هذا الوطن الغالي وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نائف بن عبد العزيز وزير الداخلية اليوم العاصمة العمانية مسقط وذلك لرئاسة وفد المملكة في الاجتماع السادس والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار مسقط الدولي معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطانة عمان ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطانة عمان عيد الثقافي وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية العمانية قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مجرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل بجولة تفقدية شملت ثلاث مواقع للمساجد التاريخية بمنطقة حائل وذلك ضمن المرحلة الأولى لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة وقدم لسموه نبدة عن كل مسجد وما تم تنفيذه من أعمال ترميم شاملة وأرفع الأمير فيصل بن فهد الشكر لخادم الحرمين الشريفين والسموه للعهد على الاهتمام ببيوت الله والعناية بالمساجد التاريخية وتأهيلها للعبادة وإبراز الهوية العمرانية والبعد الحضاري للمملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة عشرين ثلاثين اطلع صاحب السموه الملكي الأمير عبد العزيز ابن فهد ابن تركي ابن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف خلال لقائه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن الشهراني اطلع على سير العمل في مستشفيات وقطاعات الصحة بالمنطقة والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكي ديفيد هيل بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي الرياض ناقش مجلس الشورة التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار كما طالب المجلس وزارة التجارة والاستثمار بتعزيز دور المستهلك في الرقابة من خلال استخدام التطبيقات التقنية الحديث على مختلف المنشآت والأنشطة التجارية والدراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري وتطويره بما يكفل رفع مستوى فعاليته وتحقيق الأهداف المنشودة من إصداره كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع النائحة التنظيمية لشؤون التدريس في الحرمين الشريفين وكان مجلس الشورى قد وافق على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني بين رئاسة أمن الدولة في المملكة ووزارة الخزانة الأمريكية ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية في المملكة ووحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات بشأن التعاون في تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة والنيابة العامة في روسيا الاتحادية التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيع اليوم مدير عام إدارة التخطيط والتنمية بوزارة الخارجية الفنلندية ساتو سنتالا وذلك في العاصمة هلسينكي واستعرض الدكتور الربيع الجهود الإنسانية للمملكة بوجه عام وما قدم لليمن بوجه خاص حيث تناول معاليه المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء اليمنيين داخل وخارج بلادهم كما ناقش الجانبان خلال اللقاء فتح آفاق التعاون بين المركز وجمهورية فنلندا بما يخص الشؤون الإنسانية والإغاثية ودعمها رأس النائب العام الشيخ سعود المعجب وفد المملكة المشاركة في الاجتماع الحادي عشر لأصحاب المعالي والنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة بسلطنة عمان وناقش الاجتماع جدول الأعمال المتضمن عدد من المضوعات ذات الأهمية في مجال النيابات العامة وهيئة التحقيق والإدعاء العام واطلعوا على توصيات اجتماعات اللجان المختصة ومقترحوا المساعدون كما أفاد المعجب أن هذا الاجتماع يعقد ضمن إطار التقارب والتكامل الخليجي في مجال أعمال النيابات العامة وإيجاد آليات فاعلة لتعزيز القدرات وتبادل الخبرات بما يضمن مواجهة تكافة الجرائم من خلال تبادل المعلومات التي تستلزمها الإجراءات الجنائية وتنفيذ طلبات المساعدة وفق للاتفاقيات المبرمة وتماشيا مع ما تجيزه القوانين الوطنية في هذا الجانب افتتح أمين رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى الندوة الأولى للكتاب والسنة تحت عنوان خدمة الوحيين وذلك في المسجد الحرام بمكة المكرمة بتنظيم من الهيئة العالمية للكتاب والسنة أحد الهيئات التابعة لرابطة العالم الإسلامي نتابع افتتح معالي أمين رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الندوة الأولى للكتاب والسنة تحت عنوان خدمة الوحيين بتنظيم من الهيئة العالمية للكتاب والسنة إحدى الهيئات التابعة لرابطة العالم الإسلامي الهيئة تعمل ولله الحمد في عدد من الدول بالتنسيق المباشر مع حكومات تلك الدول والتي احتفت حفاوة كبيرة بالهيئة كما أن الهيئة أيضا تطلع بتثقيف الشباب المسلم بحق القتيل دينه الإسلامي ليسلك في ذلك منهج الوسطية والاعتدال التي ميزت هذا الدين العظيم شارك في هذه الندوة نخبة من المختصين بالدراسات القرآنية والحديث النبوي وكبار القراء من 36 دولة ندرس الطلاب مصطلح الحديث والتخرج الحديث والحكم عليها ومن مادة الصيرة النبوية طبعا تعريف الطلاب والطالبات بأهم الفوائد ما يستنبط منها من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كدرتنا جميعا إلى يوم القيامة المملكة العربية السعودية بلدي تتكامل مؤسساتها في خدمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها استقطاب هؤلاء المسلمين وأبنائهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون عبر منح ملكية لتعليمهم في جامعات المملكة العربية السعودية خدمة الوحيين ندوة تهدف إلى العناية بقراء كتاب الله تعالى وتفسيره وشرح نصوص السنة النبوية المطهرة والسيرة المحمدية العطرة لنبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم بهاء عسكر مكة المكرمة اختتم أمس معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية هو الذي استمر لمدة خمسة أيام وسط حضور كبير تجاوز 280 ألف زائر تفاصيل أكثر في التقرير التالي اختتم معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية والذي استمر لمدة خمسة أيام ضمن فعاليات موسم الرياض وسط حضور كبير من المهتمين بالصيد والصقور نادي الصقور السعودي هو من يشرف على المعرض وهذا المعرض نسخته الثاني الفرق أنه هذه السنة وسعنا النطاقات هناك كل ما يتعلق بالرحلات البرية الموجود أضفنا السيارات السنة ما لات موجودة هذه السنة أضفناها أضفنا الرسم والفن والصقور وأضفنا حتى منطقة الملواح للرسومات الفنية وأضفنا الكثير مما يتعلق بالأطفال ضم المعرض 48 علامة تجارية متخصصة بالإضافة إلى الفعاليات والبرامج المخصصة لعموم الزائرين والعائلات من المملكة العربية السعودية ودول الخليج ومختلف أنحاء العالم تجاوز عدد زوار المعرض حتى نهاية اليوم الأخير أكثر من 280 ألف زائر التعكس هذه الأرقام التنوع الكبير الذي يتميز به المعرض في نسخته الثانية واشتذابه للزوار من مختلف الأعمار والاهتمامات التقافية والفنية والاجتماعية والتعوية للأخبار ياسر الحكمي الرياض هذا وقد نظم نادي الصقور زيارة لعدد من الأطفال المنومين بمدينة الأمير سلطان ابن عبد العزيز الخدمات الإنسانية وعدد من أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام إخاء في ختام فعاليات المعرض وتجول وفداء مدينة الأمير سلطان ابن عبد العزيز الخدمات الإنسانية وجمعية إخاء داخل أقسام وأركان معرض الصقور والصيد في اليوم الخامس من فعاليات نسخته الثانية واستمتع الأطفال أبطال التحدي من ذوي الإعاقة بما شاهدوه خلال جولتهم في المعرض من الصقور بأنواعها المختلفة وأقام وفد المدينة من الأطفال بالتقاط الكثير من الصور التذكارية من داخل المعرض مع الصقور وفي جنبات الأركان والأقسام المختلفة وسط تفاعل كبير من زوار المعرض أكملت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إيصال الألياف الضوئية إلى ما يقارب مليون ومئتي ألف منزل بنهاية أيلول سبتمبر الماضي ويعد ذلك جزءا من مبادرة نشر النطاق العريض ضمن رؤية المملكة 2030 وبهذا يصبح العدد الإجمالي للمنازل المتصلة بالألياف الضوئية أكثر من مليونين ونصف منزل وتسعى الوزارة إلى تحقيق مستهدفات مبادرة نشر الألياف الضوئية ضمن برنامج التحاول الوطني 2020 وذلك لربط مليونين ومئة ألف منزل في المناطق الحضرية بالألياف الضوئية بحيث يصبح العدد الإجمالي للمنازل المتصلة بالألياف الضوئية نحو ثلاثة مليون ونصف منزل بنهاية عشرين عشرين مشاهدي الكرام نصرتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد فتحت المملكة وأبوابها لسياح دول العالم مرحبة بهم تحت شعار أهلا بالعالم مطار الملك عبد العديد بجدة أحد أهم المنافذ الجوية الرئيسية يستقبل السياحة بصالات مخصصة لهم وذلك لإنهاء إجراءات تأشيرة السياحة تواصل المملكة استقبال السائحين من كل أنحاء العالم عبر حزمة من الخدمات المقدمة في جميع منافذها الجوية والبرية مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ضمن المنافذ الرئيسية المهيئ بها صالة مخصصة لسياح الدول التسعة والأربعون المسموح لهم بالدخول بدون تأشيرة مسبقة والحصول عليها من المنافذ الرئيسية حقيقة التأشيرة في المطار سهلة الأمور كثير والإجراءات سريعة جدا حتى أسرع من باقي الدول اللي أنا زورتها كثير من الدول اللي أنا زورتها وهنا سعيد جدا حتى نمر عمدت الإجراء عرفت أن هذه التأشيرة صالحة لمدة السنة يعني ملطب الفيزيت وليس زيارة واحدة وسعر ممتاز وأنا جد أن هذا إنجاز يعني إجراءات ميسرة لتأشيرة تسمح بالدخول إلى المملكة عدة مرات تمتد صلاحيتها لعام واحد وأتهدف المملكة بحلول عام 2030 أن تكون من بين أكثر خمسة دول تستقبل السياحة عالميا للقناة السعودية عبدالله الغامدي جدا أبرمت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وأتهدف المذكرة إلى إنشاء شراكة بين كل من المدينة والمؤسسة لاستضافة محطات لرصد وقياس الموارد الشمسية في مواقع يتم اختيارها في مختلف أنحاء المملكة إلى جانب توفير فرص للتدريب والتعاون بمشاركة أصحاب الاختصاص في المدينة والمؤسسة وتعزز المذكرة نمو نطاق واسع من البرامج الأبحاث والابتكار للطاقة المتجددة والتي تخدم الاقتصاد الوطني وتواكب تحقيق أهداف رؤية المملكة عشرين ثلاثين من خلال الاستفادة من القدرات التدريبية والبحثية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتنميتها لتحقيق نتائج بحثية وتدريبية في إطار تقنيات الطاقة الذرية والمتجددة أطلقت شركة المياه الوطنية اليوم مبادرة رشدة التي تستهدف خدمة ألف عميل وذلك بالكشف عن التسريبات الداخلية في منازل العملاء ومعالجتها ومن ثم تركيب أدوات الترشيد المعتمدة تأتي المبادرة كونها بل كونها إحدى من برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها المياه الوطنية لمساعدة العملاء الذين يعانون من الاستهلاك المرتفع وتهدف المبادرة إلى الحد من تسربات المياه في المباني وخفظ الاستهلاك ونشر ثقافة الترشيد ورفع مستوى الوعي والتعريف بأهمية الحفاظ على الثروة المائية ورفع مستوى الاستدامة كما تأتي المبادرة بعد نجاح شركة المياه الوطنية في توقيع اتفاقيات مع العديد من الجهات الخاصة من أجل البدء في تطبيق مبادرات للحد من تسربات المياه في المباني وخفظ استهلاكها العالي سواء لدى الأفراد أو الجهات الحكومية قدم أمين عام الأحساء بالأمين الأحساء المهندس عادل الملحم رئيس وفد الأحساء المبدع عرضا تفصيليا عن الملفات العالمية والإقليمية التي نالتها الأحساء وذلك خلال مشاركته في الاجتماع السنوي للمدن الأعضاء في شبكة المدن المبدعة التابعة لمنظمة اليونسكو العالمية المقام في مدينة كنزاوى الياباني وشمل المعرض الذي قدم بل قدم أمام ممثلي 30 دولة على مستوى العالم اختيار الأحساء كموقع تراث عالمي من منظمة اليونسكو عام 2018 وعضويتها في شبكة المدن المبدعة في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية عام 2015 إضافة إلى أنها عاصمة السياحة العربية 2019 واستعرض المهندس الملحم العديد من المشروعات والفعاليات المنفذة في الأحساء التي من شأنها تعزيز الأنشطة الثقافية بما يتوافق مع أهداف الشبكة الإبداعية انطلق في منطقة حائل مهرجان الفلكلور الوطني والذي تنظمه وزارة التعليم ممثلة في إدارة النشاط الطلابي وبمشاركة عدد من إدارات التعليم بالمملكة ويهدف المهرجان إلى تعزيز الموروث الشعبي لدى الطلاب المزيد في التقرير التالي احتضنت منطقة حائل مهرجان الفلكلور الوطني والذي تنظمه إدارة النشاط الطلابي بإدارة تعليم منطقة حائل بمشاركة عدة مناطق حول المملكة ويعد هذا المهرجان تعزيزا للموروث الشعبي بين الطلاب من مختلف مناطق المملكة حيث تقدم كل منطقة تراثها الشعبي الذي توارثه عن الآباء والأجداد مستخدمين الزي التراثي لكل موروث استضافة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حايل مهرجان الفكلور الأول للفكلور الوطني وشارك فيه ثمان من مناطق المملكة العربية السعودية كمرحل من مراحل هذه المهرجان بالأمس استمتعنا بأربع عروض من أربع مناطق عرضوا في البداية العرضة السعودية الوطنية ثم عرضوا في الكلور الوطني الشعبي الخاص في المنطقة إن مثل هذه المهرجانات لها قيمة وطنية في تعزيز الموروث الشعبي لدى الطلاب في كل مناطق المملكة وتعد من أهم الأنشطة الطلابية التي تسهم في تعزيز الثقة لدى الطلاب في تنفيذ هذه الألوان الشعبية أمام الجمهور نحن نتبع إدارة التعليم الشرقية في الدمام نحن نعرض عندكم هنا للعرض الشعبي اللي هو العرضة النجدية اللي هو عرضة سيفية بالعربي اللي نحن مخصصة لها نعرضها عندكم إن شاء الله وإن شاء الله تنال أعجابكم أنا طالب من طلاب تعليم جازان جاينا هنا نعرض لهم نعرض لجمهور الفن الشعبي لمنطقة جازان، الجيش والربش أنا طالب حايل نعلم الجمهور العرضة هو سامري الفلكلور التراثي مهرجان الفلكلور الوطني يهدف إلى تعميق الاعتزاز بالدين والولائل الملكي والانتمائي للوطن وتوطين الموروث الشعبي والمحافظة عليه لأخبار السعودية سلطان الشعيب حايل توقعت الهيئة العامة إلى أرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة التقصي لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى تكون صحب رعدية منطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان وعسير والباحة وتبوك ويبتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية في حين يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية نشرة انتهت تذكر بالعنوي خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس دولة فلسطين ويعقدان جلسة مباحثات رسمية خادم الحرمين الشريفين يجدد التأكيد على وقوف المملكة الدائمة مع فلسطين وحقوق شعبها الشقيق المملكة تؤكد على أهمية اتفاق دولي شامل لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي وصلنا وإياكم لخدم هذه النشرة مني ومن كافة الزملاء في الأخبار كل شكر الكريم المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة